السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم درس جديد من لبل بان فور بيجنرز إن شاء الله النهاردة درسنا درس جرامر بسيط جدا جدا وهو زي تحول الاسم من مفرد لجمع زي يحول الاسم من من مفرد لبلورل لجمع لما تيجي تكتب أي حاجة بالانجلش بكتب letter بكتب message بكتب essay بكتب paragraph بكتب أي حاجة بالانجلش بيتقابلك أسماء وانت بتكتب توقع تفكر يا طرح هضيف s ولا e s والكلمة هضيفي ازاي في الحالة دي لو انت عارف الرول بتاعة ازاي أجمع الأسماء أكيد مش هتحتار فعلشان كده لازم تركز مع الدرس ده كويس جدا 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 لانه هيفيدك بشكل كبير أول حاجة عندك عشان تحول ينفع تحول الناون ده من مفرد لجمع لازم يكون الناون ده الاسم ده ها countable اسم وعد تمام اتفقين على كده زي مثلا كلمة زي كلمة بوي آه بوي يعني ولد ينفع يجمع ينفع خلاص تبدأ تجمع لإيه الاسم ده لكن كلمة ده water water مية ينفع تجمعها ما ينفعش خلاص ما ينفعش يجمعها لأنها هي uncountable طب الاسم ال countable ده أو الاسم اللي هجمع ده الاسم اللي هيتعدي ده ها اللي هنفع أجمعه هجمع ازاي هل بحط s وخلاص براحتي بمزاجي أي كلمة هجيلي هنعمل لها هنضيف لها s أكيد لا أكيد الموضوع فيه rule أتبعها علشان أقدر أجمع صح أول حاجة عندك تعرفها كمان أن علشان تضيف s للناون لازم يكون الناون ده ها regular يعني نون عادي أصلا أنا عندي نوع من الايه من الناون من الاسماء في اسم عادي وفي اسم irregular غير عادي خلاص فلازم الاسم اللي انت هتضيف له s ده الاسم اللي انت هتضيف له s لازم يكون اسم عادي regular طب ازاي بضيف s هقولك انت بضيف s e s i e s للناون بضيف له يا s يا e s يا i e s هنعرف دلوقتي ازاي بضيف كل حاجة من التلاتة دول أول حاجة نبدأ بالإيه بالاس أضيف s للناون زي كلمة cat cat هتبقى cats cats house house هتبقى houses houses خلاص ده الاس دي كده الاس طب لو عايز اضيف e s للايه للناون امتى بضيف e s للناون لما يكون في آخره نهايته فيها ch s s s s x and z لو لناون عندك الاسم عندك انتهى بأحد النهايات دي هضيف له e s هواحد يقول لي طب فين الاو حاجة بتنتهي بال ch rich كلمة rich طبعا اخرها ايه ch اجمعها ازاي تبقى riches هضيف e s طب كلمة بتنتهي بال sh زي كلمة brush brush اخرها sh هضيف لها e s تبقى brushes خلاص في كمان لو عندي حاجة بتنتهي بال s زي كلمة class class اخرها s هعمل ايه هنضيف e s تبقى classes classes طب لو عندي كلمة بتنتهي بال s زي كلمة bus bus هتبقى bus هنضيف e s طب اعزنا حاجة بتنتهي بال x tax tax اخرها x هنضيف e s تبقى taxes taxes طب لو عندي حاجة بتنتهي بال ايه بال z كلمة زي كلمة blitz blitz اخرها z طب احول الايه للجمع تبقى blitzes blitzes يبقى عندك لما الاسم بينتهي باحد النهايات دي بعمل ايه ما ضيف له e s وقبل لك من حاجة x او ال s او ال s اس ما ينفعش ضيف لها s على طول لانك ما ينفعش تنطقها تمام لان دايما من صوت الس ده ورايب من صوت الحاجات دي ورايب من صوت النهايات دي كلها فما كانش ينفع يضيف ايه s الوحدة اوقات عندنا كلمات لما تنتهي بال z او بال s عندي كلمات اوقات لما بتنتهي بال z حرف الزد او حرف ال s لازم قبل ما اضيف ال e s بعمل ها بكرر الحرف ده بعمله ايه بعمله دابلينج بكرره حرف الزد وحرف ال s الزد زي كلمة فيز فيز اه فيز هنا اخرها الزد علشان تجيب الجامعة بتاعها بعمل ضبل زد وعدها اس تبقى فيزز كلمة ده كلمة جاس جاس اه اخرها اس طبع عايز تجيب الجامعة بتاعها تبقى جاس اه ضبل اس كلمة جاس هنا جاس اضيف لها اس كمان ضبل اس يعني وبعد كده اضيف ال es لازم ناخد بالنا من الكلمات دي لان فيه كلمات لازم ناخد بالنا من الكلمات دي لان فيه كلمات عندك انت بتستخدمها كتير نيجي بعد كده لل o لحرف ال o يعني كلمة بتنتهي بال o قلت لك في الاول ان ال o هنا لها طريقتين اوقات بضيف لها es واوقات s هدولي طب ليه s ما هي o اقول لك لا ده exception لو كلمة انتهت ب o بضيف es زي كلمة بوتاتو بوتاتو تبقى بوتاتوز es انتهت بال o فاضيفت هنا مين es طب كلمة tomato tomato اخرها o اضيف es بقى tomatoes tomatoes طب ناخد بقى example على الحاجات اللي اخرها o بضيف es كلمة photo photo اخيرها o الجامع بتاعها photos اخيرها es ليه قلت لك ده exception كلمة ده كلمة piano piano اخيرها o جامعها pianos اخيرها es وفيه امثلة غير كده كتير خد لك بالحاجة تانية ان في عندي كلمات اخيرها o اخيرها o اللي هنا براحتك ممكن تحط es او es vulcanus خلاص نيجي بعد كده المين لل i es هتقول لي امتى اضيف i es للنoun ازاي هقول لك بص بقى بص اهم حاجة عندك بص للتر للحرف اللي قبل y ولا لو كان consonant حرف ساكن امتى y شلل ال y وحط اي i es city city اخيرها y ايه الحرف اللي قبل ال y هتقول لي في t خلاص شل ال y امتى y يعني احذف ال y وحط i es city cities cities طب تعال لك ده لكلمة puppy اخيرها y ايه بقى اللتر ايه الحرف اللي قبل ال y هتقول لي فيه p خلاص cross y وحط i es ليه لان هنا اللتر الحرف اللي قبل ال y ده consonant يعني حرف ساكن طب لو كان vowel حرف متحرك اللي احنا قولهم قبل كده اللي احنا قولهم قبل كده اللي احنا قبل كده اللي احنا قولهم قبل كده اي 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 او يو دي الفاول الحروف المتحركة لو ال y عندك قبلها فاول بعمل ايه بسيب ال y ما تشيلش ال y وحط es we add es بس بحط بضيف es زي كلمة boy boy ال y قبلها o قبلها vowel بعمل ايه سيب ال y وحط ايه es we add es boys كلمة زي كلمة ray ray اخيرها y قبل ال y فيه vowel حرف a هتقول لي هنا ال y قبلها vowel بعمل ايه هسيبها بحذفهاش and we add es raise نيجي بعد كده لي الكلمات اللي بتنتهي بال f وال fe ركز اي كلمة عندك بتنتهي بال f او بال fe بشيلهم بحذفهم بحط مكانهم ves تاني لو شفت الكلمة انتهت ب بال f او fe بتعمل ايه ها بحذفهم وحط مكانهم ves زي كلمة wife wife اخيرها fe خلاص حذفهم بقت wives wives walls walls اه اخيرها f خلاص احذف ال f وحط ves تبقى walls walls الرول دي لها ايه exception يعني exception يعني فيه استثناء للرول دي كلمة ذا كلمة belief belief يعني اعتقاد belief اخيرها f لما جاج مع الكلمة دي بتبقى بضيف s beliefs 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 كلمة ذا كلمة roof roof اخيرها f بعمل ايه we add s roofs فيه كمان عندي اسمها المفرد بتاعها والجمع نفس الشكل المفرد والجمع ايه نفس الكلمة كلمة ذا كلمة sheep sheep هي sheep خلاص مفرد وجمع deer deer جمعها برضو نفس الكلمة deer species species ها دي كلمة مفرد جمعها species species نفس الكلمة فيه كمان كلمة ايه series دي كلمة مفرد طب جمعها نفس الكلمة series اسمها series بدي كلمات المفرد والجمع نفس الشكل نجد الوقت بقى للكلمات ايه او الاسماء irregular يعني الاسماء الغير عادية انها ما بتتبقاش اي قادة وهي كلمة man man جمعها من man من طب كلمة woman woman جمعها women women ما تقولش woman لان في بعض الناس بتقولها ازاي woman وده ما ينفعش ده ما صاحش اسمها women woman women ايه تاني كلمة child child جمعها children children كلمة دي كلمة person person جمعها people people كلمة goose goose جمعها geese geese tooth tooth جمعها teeth teeth foot جمعها feet feet mouse mouse mice mice بدي كده اهم الاسماء اللي عندك والجمع بتاعها طبعا في حاجات تانية كتير على فكرة واللي احنا قلنا في الليبل ده بديم بحاجات بسيطة جدا جدا طبعا اكيد ما تاخدش كل الرول كلها ما تاخدش القادة كلها انت كشخص بادي لسه في ليبل وان تبدأ الحاجة ايه ها بشكل مبسط وبعد كده ايه تاخدها بشكل كبير شوي تبدأ تاخد بقية التفاصيل بتاعتها يا رب تكون الحلقة عجبتكم وان شاء الله تستطيعنا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر